السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم ابنائي وبناتي جميع المراهل التدائية اعدادية. هنواصل ان شاء الله حلقات الكيمياء كيف اتفوق في الكيمياء او كورسات الكيمياء زي ما نحسبها او نكتبها. هنتكلم النهاردة عن الحلقة الخمس. يبقى كيمياء الحلقة رقم ايه? خمس. نتابع واللي عاوز يستفيد في حلقات كيمياء كتير. ولا سنوي وتلتة سنوي تانية سنوي على اليوتيوب. نتابع ونستفيد ده من المعلومات اللي موجودة. الموضوع النهاردة هنتكلم عن التوزيع الالكتروني. التوزيع الالكتروني في اعدادي مختلف الى حد ما عن سنوي. يعني ايه? يعني عندي في قولة اعدادي توزيع الالكتروني مباشر. يعني بنكتب على طول التوزيع الالكتروني. في تانية اعدادي. بنكتب التوزيع الالكتروني ومنه بنحصل على موقع العنصر. طيب في تانية سنوي في قاعدتين للتوزيع الالكتروني. البناء التصعودي وهنشوف الوقتي برضو عشان بتوع تانية سنوي يشتغلوا معانا شوية. وقاعدة هوند. دي خاصة بتوزيع الالكتروني. يعني ايه توزيع الالكتروني. يعني انا عندي هنا زرة السوديو مع. ان ايه? حداشر تلاتة وعشرين. نبص بقى كده في اعدادي في اول اعدادي في تانية اعدادي. هنستفيد من التوزيع الالكتروني بايه? هل التوزيع الالكتروني بنستفيد منه حاجة في السنوات اعدادي وسنوي? طبعا. اولا التوزيع الالكتروني في اعدادي هستفيد منه بايه? طبعا في مستويات طاقة سبعة. احنا عارفين. النواهية فيه كي فيه ال ام. نعمل بس ايه لغاية ام عشان ايه التوزيع بتاع السوديوم. لكن هما سبع مستويات كي ال ام ان او بي كيو. اقربهم اقلهم في الطاقة. ابعدهم اللي هو كيو. اكثرهم ايه طاقة. او بيحتاج طاقة بمعنى اصح عشان ايه? الامور بقى سهل. طب الحداشر نوزعها ازاي? معروف اعدادي ان المستوى الاول يتشبع باتنين الوكترون. طيب التاني اللي هو اقل بتمانية الوكترون. في السنة هو نوضح ليه بيتشبع باتنين الوكترون? يعني اعدادي ما نقدرش نقول اربتل والاربتل به اتنين الوكترون والمستوى الاول فيه اربتل واحد. الكلام ده هنقوله في سنة وفي تانية سنة. خلاص التاني تمانية ليه تفسير تمانية ليه في تانية سنة اعدادي بنقول المستوى الاول حسب قاعدة اتنين نون تربيع خلاص في اعدادي وفي سنة وبالمناسبة في قاعدة اسمها اتنين نون تربيع اعدادي اتنين ان تربيع في سنة القاعدة ديت بنملة بها الالكترونات في المستوى تتقل لغاية المستوى الايه الراب مش موضوعنا الوقت في تطبيق القاعدة ولكن هنعملها وهنجيبها برضو عشان احنا قلنا كرصات تأسيس في الكيميا وليس موضع بنقولها وخلاص يبقى نتأسس يبقى نتأسس صح مستوى الاول هتشبع باتنين وهنشوف بيه هتشبع ازاي في لغة اعدادي وازاي هتشبع باتنين ازاي بلغة ايه تانية سنوه مش قولها سنوه تانية سنوه خلاص التاني بتمانية يعني اتنين وتمانية كام عشر واحد اللي تبقى هنا ايه واحد يبقى اتنين وتمانية عشرة من حداشرة تبقى ايه واحد هو ده التوزيع الالكتروني في اعدادي اه طيب نعمله كده اتنين تمانية واحد استفدت منه ايه هنا في اولى اعدادي انني عرفت ان تكافؤ الصوديوم واحد تمام للمستوى الاخير بينته بايه بواحد ثانيا استفدنا ان هذا العنصر فلز لان الفلزات ما ينتهي مستوى الاخير بايه واحد الالكترون يبقى في استفادة استفادة استفادنا من توزيع الالكتروني استفادنا من توزيع الالكتروني طيب توزيع الالكتروني لكلور سيقل لسبعتاشر قصادها كده لان فيه كلام كتير في الرابط الايونية والتساهمية ونبدأ نشوف شغلنا سبعتاشر خمسة وتلاتين نوزع كده ادي النواة مستوى الاول التاني التالت انا بعمل تلاتة اه بثقة مية في المية لان اكتر من عشرة بنعمل تلات مستويات طاقة اقل من عشرة اتنين مستوى طاقة بس ونشوف المسال ده حالي طيب نشوف المستوى الاول بيتشبع باتنين زي ما اتفقنا حسب قاعدة اتنين وانت ربيع خلاص هنا تمانية اتنين وتمانية عشرة يتبقى كام سبعة يبقى اتنين تمانية سبعة اه وما ننساش كالام يعني التوزيع الاولكتروني اتنين تمانية سبعة تمام يبقى ده ايه لافلز ليه لان لافلز ما ينتهي مستوى الخارجي يبقى بسرعة كلا برضو نكتب الايه القاعدة ديت دي الفلزات وهنا اللافلزات عندي المقارنة ديت في اولى ادادي تانية ادادي اولى سنوي وتانية سنوي ها نبص كلا الفلزات ما ينتهي ليه من الوقت في الكيميا ما ينتهي مستواها الخارجي فلزات ولا فلزات بالمناسبة في سنة ربعة ابتدائي بس حاجات مش هنا ما فيهاش الكترونات يعني لها باريك معدني موصلة جيدة للقهرباء موصلة جيدة للحرارة خلاص ده ربعة ابتدائي عشان برضو ايه ما ننساش حبقى ايه من الزوائرين يبقى ما ينتهي مستواها الخارجي بايه بواحد او اتنين او تلاتة الكترون ما نطبق كده يعني السوديوم اه خلاص ده بالتكافؤ وحادي ليه لانه بينتهي بايه واحد الكترون طيب او يفقد او يميل لفقد واحد ايه الكترون لان انت كافق برضه هنقوله بالمرة ازاي بنعرف موضوع التكافؤ ازاي السوديوم احادي ازاي الكلور احادي مع ان الكلور بينتهي بسبعة ما بينتهيش بواحد لانه يميل لاجتساب واحد الكترون خلاص يبقى نشوف اللي في الزوائر الاول ما ينتهي مستواها الخارجي بخمسة او ستة او سبعة خمسة او ستة او ايه سبعة الكترون يعني هنا التكافؤ احادي ممكن يقول لعلل ليه ليه التكافؤ الصديم احادي لماذا لانه شوف الاجابة النموذجية بقى على علم بقى مش ايه كلام لانه عنصر فلزي عرفت من ايه بينتهي بواحد طيب الفلزات ها فلزات بدء ابفاء تميل لفقد الكترونات يبقى عنصر فلزي اه يميل لفقد واحد الكترون طيب ما تيجي بقى برضو هنا علل التكافؤ بتاعه احادي تكافؤ احادي هنا مع انه بينتهي بايه بسبعة الكترون لماذا لانه عنصر لا فلزي لانه عنصر لا فلزي استفدنا بايه عنصر لا فلزي يميل الاكتساب يميل الاكتساب واحد الكترون خدوا بالكوا احنا بنجيب امثلة ممكن نقعد نوزع كتير وحاجات كتيرة بس بنجيب ايه امثلة تعالوا بقى نطبق قعدة اتنين لون تربيع على المستويات الاربعة وانها لا تطبق خلاص في المستويات الطاقة الا لغاية المستوى الرابع فقط خلينا في المستوى الاول المستوى الاول عايزين نشوف فيه كم الكترون انا عامل نفسي بقى مش عارف حاجة لا عارف كيميا ولا عارف علوم المستوى الاول يا مصدر بيتملق بيتملق كام باتنين الكترون ايه دليلك نطبق القعدة دي بقى اتنين مضروبة فيه نون يعني رقم المستوى خلاص يبقى المستوى الاول يبقى اتنين في واحد كل تربية. اتنين في واحد كل تربية. يبقى الوقت هنا اتنين في واحد كل تربية. خلاص? يبقى المستوى الاول اتنين ان يعني رقم مستوى يعني اتنين واحد في واحد بواحد يعني اتنين ايه? الوكترون. ده المستوى الاول. طيب. المستوى الثاني. مستوى الثاني. عايز اشوف كم الوكترون. اتنين في اتنين. يبقى المستوى الثاني والستنين. يبقى يساوي اتنين فاربعة بالتمانية الوكترون. تابعوا معي. يبقى ده المستوى الثاني. مستوى الاولاني. التاني الا. مستوى الثالث. مستوى الثالث. اتنين في رقم المستوى تلاتة كل تربية. يبقى تنين. تلاتة في تلاتة بكام? تسعة. اتنين في تسعة بكام? تمنتاشر. يبقى ده كي ال ام. ده اللي احنا اشتغلنا فيه. طب هو تمنتاشر. انا حطت واحد اه المطبق. تعالوا بقى المستوى الرابع كي ال ام ان. نشوف هو يبقى اتنين وتلاتين. ولا هنطبق الا لغاية الرابعة بس. بعد كده الزرة غير مستقرة. وده اسئلة موجودة في الامتحانات. يبقى اتنين في اربعة كل تربية. يبقى اتنين في اربعة في اربعة بستاشر. يبقى ستاشر في اتنين باثنين وتلاتين ايه? نركز كده في الكلام المهم ده. خلاص يبقى ده قاعدة اتنين النتربيع واستفدنا منها بايه? طيب تانية اعدا دي استفدنا منها في هذا الموضوع. اه. بيقول لي حدد موقع. ان ايه? احداشر. حدد موقع ان ايه? احداشر. تلاتة وعشرين. والكلور اللي احنا موزعينه من الوقتي. سبعتاشر كام? خمسة وتلاتين. انه من العدد اللي تحت. اللي هو العدد الزل. حدد موقع السوديوم والكلور. هنحدده ازاي? التوزيع الالكتروني. اتنين تمانية واحد. خلاص احنا ايه? اكتسبنا خبرة. هنا اتنين تمانية ايه? سبعة. طيب كم مستوى طاقة? تلاتة. يبقى في قاعدة في تانية اعدادة بتقول لي عدد مستويات الطاقة يدل على بالجلة اكمل. رقم الدورة. الافقي. رقم الدورة ايه? الافقي. يعني هو في الجدوى للدورة رقم كام? يبقى نقول يقع السوديوم اني احداشر. في الدورة. الافقية. السالس. طيب هنا تلات مستويات طاقة. يبقى الكلور يقع في الدورة. الافقية. السالس. طيب هنا. عدد الالكترونات المستوى الاخير كام? واحد. هقول له عدد الالكترونات المستوى الاخير يدل على نقط رقم المجموعة الرأسية. بديكم القوانين الاساسيات. يبقى الالكترونات المستوى الاخير واحد. ازا يقع السوديوم فين? في المجموعة الاولى. اكتبها كده وهم كاتب ايه? عشان نبقى شاطرين في كيمية تانية سنة وبرده. طيب هنا عدد الالكترونات المستوى الاخير كام? سبعة. عدد الالكترونات المستوى الاخير سبع الالكترونات. ازا يقع القلور في المجموعة السبعة اللي هي سبع ايه? مهم جدا هذا الكلام. برضو بنستفيد من التوزيع الالكتروني زي ما اتفقنا حاجات كتير. التكافؤ. تكافؤ. كله اعدادي. تانية اعدادي. تلتة اعدادي. كله سنوي. تانية سنوي. التكافؤ هو عدد الالكترونات المفقودة. او المكتسبة. وبرده عايزين ايه? نبقى برضو ايه? في تلمحات كده. كلمة مفقودة في حالة مين? الفلزات. لان اتفاق نفاق يعني فقط. او المكتسبة في حالة ايه? اللافلزات. يبقى عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة. او التي تساهم او التي تساهم به زرة مع اخرى. يبقى من استفيد التكافؤ. التكافؤ ده مهم? طبعا. يبقى ما اقول لك الالمونيوم تلتاشر. تكافؤ ايه? ما نقلفش بقى? يبقى نوزع. اتنين تمانية تلاتة. تكافؤ ايه? اولا تلاتة يعني فلز. يعمل لي فقد تلاتة. ازا سلاسة تكافؤ. النيتروجين ان سبعة. اتنين خمسة. لا فلز. ركزوا معي. ها? يبقى يعمل لي اكتساب تلاتة. اكتساب تلاتة. ازا هو سلاسي. الاكسوجين. وهو تمانية. اتنين ستة. لا فلز. يعمل الاكتساب. اتنين الالكترون. ازا سنائي التكافؤ. ده كان حلقة النهاردة ان شاء الله. وبنحاول نعملها اجزاء صويرة كده. عشان يسهل ايه? التحميل والرفع ان شاء الله. ونتابع مع بعض وجزئية بجزئية كده. طبعا في ناس طلبة واجب. الواجب انك انت تمسك وراء او قلم. وتبص على الحلقة كويس مرة اتنين وتلاتة. مش عشان دعاية ولا مش دعاية. لا عشان تسبت المعلومة. ونستفيد. وفي الاخر ان شاء الله يعني الحلقة رقم خمسة. دي الحلقة رقم خمسة. ان شاء الله الحلقة القادمة. هنديكم واجب على الحلقات الخمسة اللي فاتوا كلهم. يعني هنشوف خدنا فيهم ايه? ونحط اسئلة فيهم. نشوفها نعرف نجاوب ولا لا. ونتابع مع بعض على اليوتيوب والمسينجر والواطس ان شاء الله. على اساس يبقى فيه تواصل ونستفيد في الفرع التلاتة. الكيمياء والفيزياء والاحياء. مراحل ابتدائي اعدادي سانوي. طبعا في حاجات كتيرة موجودة في المراحل التلاتة. مشتركة بس كل ايه? جزئية حسب المرحلة. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب خبيل العلوم. وتابعوا الحلقات فيزياء كيمياء احياء. اللي موجودة على اليوتيوب حلقات شرح ومراجعة. عشان نستفيد والناس اللي عندهم امتحانات في شهر سبعة. اه انا بذكرهم دايما ان فيه الامتحانات في الترمي الاول والترمي التاني بالمناسبة وموجودة على اليوتيوب. يعني موجود حل محافظات في الترمي الاول والترمي التاني في اولة وتانية وتالتة. عشان الناس اللي هيمتحنوا اللي انه بيمتحنوا الترمين مع بعض. ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته